السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا وينغادي نتكلموا على تعرض المنتخب الوطني لخسارة صادمة بهدف نظيف أمام منتخب ضعيف من المستوى الرابع وين كان في مرحلة ثانية من منافسة المجموعة الخامسة ضمن كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون وين ناس محصلينها في السحر حصلوها في السحر حصلوها لو كانت هذه غينية صح تسحر كورا يدي ربعة كوبدا أفريقيا لو كان صح جوي السحر كما نحر بوركي نفسه قال لك جابوا السحر جابوا من جابوا من يطيقوا في الدعايات خسروا لقد قالوا الدود ثم يتربحوا واللي نمين نربحوا نقولوا كان لا سحر لاوالو من خسروا حصلوا في السحر فسطان نجيبوا باللي فرنسة إليمينات في الدور الأول باطلة العالم نجيبوا اليسر أسوانيا إليمينات في باطلة العالم نجيبوا طاليا نجيبوا حد الربوولة لقد عملوا نحن لك نحن لك نحن لك نحن لك نرى نحن لك تربح كثيرا تربح كثيرا نحن لك مجرسون مجرسون خسروا فقط عقليات حجرة لك وعن الطريب تربح وعن البح في الجولة الأولى أنقض المنتخب الجزائي التعادل سلبي من محبط أمام منتخب سيراليون ويدخل مواجهة بهدف تحقيق الفوز الأول في نسخة 33 من بطولة الاقتراب من تأول إلى الثمن نهائي أما المنتخب غينيا الاستوائية فيعرف جيداً أن خسارة ثانية أمام الجزائر بعد الأولى أمام كوتيفار بهدف نظيف ستحكم عليه بمغادرة البطولة رسمياً دون انتظار مواجهة الجولة الأخيرة المنتخب الجزائري عجز عن تسجيل أمام غينيا الاستوائية في الشرط الأول حتى أمام سيراليون مع بلوغ المباراة الدقيقة العشرين بدأ المنتخب غينيا الاستوائية ند قويل للحامل لغب بكل أكثر من جرأة ورغبة لتسجيل هدف التقدم خاصة عبر مهاجمي الخطير أوسكار سايفا الذي كاد أن يسجل هدف التقدم لبلده لولا تألق الحارس رايس وهاب بلحي في تصدي لمحاولته في الدقيقة 18 قبل أن يرفع الحاكم مساعد الراية التسلل الدقيقة 21 شهدت أول ظهور هجوم قاوي للمنتخب الجزائري حيث وصلت الكرة لرياض محرس فتلعب بالدفاع المنتخب غينيا الاستوائية ثم مرر الكرة ليوسف بليلي الذي سدد لكن الدفاع ثم الحارس منعوا الهدف المحقق لمحاربي الصحراء وانت وصلت استفاقة المنتخب الوطني ومن عرضية متقنة من رامي بن سبعيني ضرب محرز برأسية نحو المرمى فتصدى الحارس خيصوس فعادت أمام بنجاح الذي أسكنها في شيباك قبل أن يعلن الحاكم عن حال التسلل في الدقيقة 22 في الدقيقة 36 حصل المنتخب غينيا الاستوائية على كرة ثابتة بعيدة عن المرمى الخصد لكن لعب الارتكاس بابلو لعبها بذكاء شديد وبحث عن مفاجأة الحارس مبوحي الذي أنقذ مرماه بأعجوبة وانوصل المنتخب غينيا الاستوائية الاندفاع بشجاعة نحو منطقة المنتخب الجزائري المتراجع ومن تسديدة قوية كاد إيبان سلفادور أن يسجل أجمل أهداف البطولة حتى الآن لكن كرته مرت قريبا من المرمى في الأحضر الأخيرة من الشوط الأول حصل المنتخب الجزائري على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزائر فتقدم لها محرز بذكريات تسديدته التاريخية في مرمى نيجيريا في كانت 2019 بمصر لكنها سددها ببعيدة فوق المرمى غينيا الاستوائية تصدم المنتخب الجزائري في الشوط الثاني بداية قوية من المنتخب غينيا استوائية في الشوط الثاني حيث خسر إسماعيل بن ناصر الكورات في وسط الميدان لينفرد لويس بن بوحي الذي تألق في ملع الهدف المحقق قبل أن يتدخل رامي بن سبعيني ويحول الكورة إلى خارج الميدان في الدقيقة 49 مصائب المدرب بالماضي والمنتخب الجزائري تفقمت مع تقدم دقائق في الدقيقة الخمسين تعرض المدافع جماب بالماضي لإصابة قوية حكمت عليه بمغادرة الملعب وترك مكانه لمهدي طهراك في الدقيقة 68 أنبار الباديل فاريد بولية لتنفيذ ركنية لعبها متقنة على رأس بن سبعيني الذي كاد أن يفتتح التسجيل بعد خاطأ من الحارس لكن الدفاع تدارك الموقف وأبعد الكورة ركلة ركنية للمنتخب غينية الاستوائية نفذها سلفادور نحو جوستي الذي مررها بذكاء إلى المتربس في القائم الثاني الذي وضعها في شباك مبوحي مسجل الهدف الأول لبلده في الدقيقة السبعين في الدقيقة 83 سجل النجم بليلي هدف التعادل لمحاربين صحراء من تسديدة قوية استقرت في الشباك غينية الاستوائية لكن الحكم أحبط فرحته بعد أعلن وجوده في موقف تسلل وألغى الهدف سيراليون تؤجل تأهل كوتيبوار لثمن النهائي يعني ونشعلناه إن عادت المباراة يعني كما بدأت في الدقيقة 55 وانسجل موصي كاميرا هدف التعادل للسيراليون ولكن جاء الرد سريع من لعاب كوتيبوار بهدف تقدم جديد في الدقيقة 65 يعني بفضل نيكولاس بيبي وعندما كانت المباراة تلفظ أنفسها الأخيرة ارتكب الحارس كوتيبوار خطأ فادح بعد أن حول الإمساك بالكورة داخل منطقة لتفلت منه وتذهب للعاب سيراليون استيبال الذي مرر الحاج كاميرا أمام مرمى خالي ليسدد هذا الأخير الكورة داخل الشيباك وبهذه النتيجة يتأجل التأهل باطل إفريقيا مرتين يعني في 92 دوميكانس أسميا للدور 16 بعد أن اكتفى بإضافة نقطة جعلت رسيده أربعة في صدارة المجموعة بينما أنعش المنتخب سيراليون أمله في التأهل للدور الثاني موظيف نقطة ثانية بعد أن فرض التعادل أيضا ولكن سلبي على الجزائر في بداية المشوار البطولة منذ أيام وستكون الجولة المقبلة يوم الخامس القادم هي الحاسمة في مصير منتخبات الثالثة بالبطولة حيث ستلعب كوتيبوار أمام الجزائر من أجل الصدارة وضمان التأهل للدور الثاني فيما سيلعب سيراليون على الفوز أمام غينية اجتوائية من أجل المورور للدور الثاني حتى وإن كان من بوابة أفضل مرتبة ثالثة عندكم عينة أنا عيت عيت ما تكتر بك الثاني رث قيلة لي لا تنسيو والله لا مولا تنسيو والله للثاني رث قيلة لي طمحتونا بزاعة ما القريب نشوف والله ما القريب نشوف باللي مستوى تعليكي بتاعنا مشي هو المستوى اللي نغرفوها عاش تايلا كينا حاجة قد طعمح لا نكلبش عليكم والله لا قد طعمح سأقوم بالنرجال وعاود يقول له وينتافذوا قايا والله غالب الله غالب نشير الله غالب الله غالب وفينك بالصحاب بلا 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 صحاب بلا بلا حاب السكتون لا مكشف يهتب مكشف رحكون كل واحد ولينا نحطه لا رقار بسيبا حمد تشكون بس هلا احنا هو الله